كيروش مر بمراحل مع منتخب مصر كيروش مر بمراحل ربما تكون صعبة شوية وفي مراحل تانية جاية جاية هقول لكم مشاهد من رحلة كارلوس كيروش مع منتخب مصر جاهزة معنا جماعة ولا مش جاهزة؟ طيب المشاهد الاول كارلوس كيروش تولى تدريب منتخب مصر في وقت كاية الجماهير عندها قابلية واستعداد للتغيير الفني وكمان اسم كيروش العالمي كان سبب كافي لاستقباله بحالة تفاول كبيرة على تصحيح المسيرة مشاهد التاني بدأ كيروش مسيرته مع المنتخب بشكل كويس وحقق انتصارات في تصفيات المونديال منها سلسية على ليبيا في أرضها وكمل رحلة التآهل للدول الفاصل مع اكتشاف لاعب جديد زي عمر مرموش زاد من حالة التفاول إن الأفضل قادم للمنتخب المشهد الثالث رغم حالة التفاول اللي كانت موجودة بالتغيير اللي بيحصل في الأداء مع كيروش لكن كان في بعض الانتقادات وخصوصا من جماهير الأهل يوز مالك بعد استبعاده لأسماء كبيرة زي أفشة وطريق حامد وشريف ولكن المدرم ما كانش بيشوف غير قراره الفني فقط المشهد الرابع كانت بداية تحول شوية في تعامل الجماهير مع كيروش وهو القائمة اللي خاط بها كأس العرب وكان فيها مفاجآت أبرزها ضم أسماء جديدة زي رفعة وامر كمال وامرون داود وامرون حمدي وإحمد ياسين ولكن مع الأداء الجايد المنتخب ابتدت الجماهير تتقبل الأمر المشهد الخامس هنا كانت الأزمة الكبيرة في الثقة بين كيروش والجماهير وهي قائمة كأس الأمم اللي خرج منها أفشة وطارق حامد وكمان لعيبة زي رفعة وياسين وحسين فيصل واللي زود التين بله ورفع من سقف الانتقادات الخسارة طبعا من المنتخب النجيري في افتتاح البطولة المشهد السادس بدأ كيروش شوية شوية مع المنتخب يستعيد ثقة الجماهير اللي كان بتروح منه مع أول ماتش غينيا بساو ثم السودان حتى مباراة كودفوار اللي كان منتخبنا فيها هو الأفضل في كل شيء وكيروش نفسه أدارها بشكل جاي تتعامل معها كان أو تعامله معها كان رائع وده كان واضح من أراء الجماهير بعد المباراة واللي كان كل تعليقاتها وكلامها فيه جرعة تفاؤل كبيرة بقدرتنا على الفوز باللقب وتخطي السنغال في الدور الفاصل لتأهل للمنديال طيب طبعا المشهد الأهم مشهد النهاردة وهو الفوز على كودفوار ثقة في كيروش ثقة في الجهاز الفني وبلاش حد يقول إن المنتخب كسب النهاردة عشان روح اللعيبة بس ولا أداءهم في الملعب وما فيش جهاز فني مو زي ما انت بتنتقد الجهاز الفني في الأداء السيء لازم تشيد بالجهاز الفني في الأداء الجايد ده العدل مفيش حد بيشتغل لوحده يعني مفيش فريق بيشتغل كلعيبة بس في ساعة المكسب وما فيش فريق بيشتغل مدرب بس ساعة الخسارة أو ساعة الأداء السيء مفيش الكلام ده كله بيقى ما بعضه كيروش واللعيبة كيروش واللعيبة في المكسب وفي الخسارة ده طول الوقت موجود في أي فريق في العالم في أي منتخب في العالم ترجمة نانسي قنقر